احد المهمة جيداً عندنا في الالتراساوني او البرائتنس هي بيكسيكلي جين عبارة عن حاجة زي اللي احنا بنشوفها في البرائتنس كنترول بتاع اي مونيتون موجود عندنا او اي موبايل يعني كل ما عليت البرائتنس الصورة كلها في جميع الاجزاء بتاعتها بتاعتها بنفس المقدر فبالتالي بنتكلم على ان احنا الاكوز اللي جاي بتاعت الالتراساوني بتزيد بنفس المقدار في جميع الاجزاء بتاعتها ما اقولش مثلا فيه جزء بيزيد بشكله جزء بشكله كلهم بيزيدوا بنفس المقدار طبعاً مهم جدا الادجاستمنت بتاعت الجين علشان ده بيحدد لي اذا كان الصورة معروضة بالشكل السليم ولا لا لو انا حطيت تو ليت الجين يعني الجين يعني كان اقل من اللازم بيبقى الصورة بتبقى تو دارك لو كان الجين كان زيادة بيبقى الصورة بتبقى تو برايت والحالتين ما بيقوش كويسين على سبيل المثال لو بصينا هنا مثلا البرابر جين مفهود الصورة تبقى ظاهرة في جميع الاجزاء بتاعتها بشكل واضح بحيس الطبيب يبدأ لشوف الاجزاء بتاعتها بشكل يسمحن ان هو يعني يعني ما يخطئش مثلا في جزء مثلا من هو ما يشوفوش مثلا ويعرف يعني 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 مش عارف ايه اللي موجود فيه لو احنا حطينا تو ليت الجين نفس الصورة هي هي حطينا تو ليت الجين هيبقى مش شايفين حاجة زي ما احنا شايفين هنا فيه حاجات شكلها قليلة جدا بيننا بس بحيه صعبة جدا اللي احنا نميز حاجة فيها لو حطينا تو متش جين هيبقى الصورة البرابرات نسبات عالية جدا برضو ما هيش يوسفوش احنا عايزين نشوف الحاجة بشكل واضح نشوف الحاجات اللي هي اللي موجودة يعني فيه حاجات بيبقى لونها مفوض تكون غامق وفيه حاجات مفوض تكون موجودة بلون ثاتة يعني لو علينا كله الحقيقة هنلاقي ان بعض الحاجات يعني هتبقى يعني فتحة بشكل زيادة والكونترس اللي كان موجود هنا الحقيقة ما بقاش موجود هنا بنفس المقبأ فهيه برضو جي واحدة من الكونترولز اللي الطبيب بيتحكم فيه علشان يقدر يشوف الصورة بالشكل السليم ويقدر يشخص منها بشكل فيه نوع تاني بقى من الجين بس ده نوع بيعتمد على الدبس زي ما احنا كنا بنتكلم احنا عندنا الاتنواشن موجود جوال جسد بيتغير مع الدبس يعني كل ما دخلنا دي دبس اكتر كل ما حصل انتصاص اكتر للأكوز بتاع الالتراساوند يعني انا على بال ما بقى بقى الالتراساوند ويوصل لعشرة سانتي بيكون قل منه مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم مثلا مقدار من الانتنسي بتاعه فمعنى كده ان انا لو عندي ريفلكتور موجود على بوض واحد سانتي وواحد زيه بالضبط على بوض عشرة سانتي الاكوز اللي جايلي بعد عشرة سانتي هيبقى اقلب كتير يعني مثلا هنا زي ما احنا شايفين كده لو انا مثلا عندي اكو معين مثلا هتلاقي ان الاكوز اللي جايلي مثلا هتلاقي ان هو يعني فيه في اخر نقطة هنا هتلاقي هو اقلب كتير جدا من اول واحد رغم انه ممكن يكونوا الاتنين نفس الشكل بالظبط فاحنا محتاجين نحط هنا حاجة زي variable gain amplifier والvariable gain amplifier ده الجين بتاعه بيعتمد على time او بيعتمد على depth طبعا احنا عندنا علاقة مباشرة بين time والdepth هي السرعة واحنا اتفقنا ان السرعة بتاعت الادرس هامو بنفترض انها ثابتة فمعنى كده ان احنا لما بيقول ان احنا بيبقى فيه عندنا يعني time gain compensation يعني بنتكلم ان احنا بيبقى لما gain بيزيد مع الوقت بالشكل ده كده يبقى هو effectively بيزيد برضو مع المسافة فمعنى كده الاكوز اللي هنا اللي الدبس بتاعها كبير اللي جات بعد وقت اطول هتاخد gain اعلى بكتير من الاكوز اللي جات في الاول خاص لما بعمل proper compensation لي gain بالشكل ده كده بيحصل تعادل في كل الاكوز اللي جاية من كل الدبس دي الحقيقة بنعملها عن طريق عندنا حاجة زي ما احنا شايفين هنا كده بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها time gain compensation سلايدرس بيبقى كل واحد من دول بيبقى سلايدر نقدر حركوا يمين وشمال زي ما احنا عاوزين بيتحكم في دبس معين يعني اكني الدبس اللي قدامي على الشاشة خليت ان انا يعني الجزء الاولاني فيه بيبقى اول سلايدر الجزء التاني التاني سلايدر وهكذا بشوف انا الحاجة او الطبيب ديس بيشتغل بالكنترولز ديت عشان يخلي الانتنسي في الصورة في جميع الاجزاء بتاعتها متساوية ودي حاجة الحقيقة مهمة جدا ودي حاجة من فعلا من صميم الحاجات اللي بيعملها الطبيب ومن الحاجات اللي فعلا بيحتاجها بشكل كبير عشان يقدر يطلع صورة تبقى يعني متصورة بكوارتي عالي هنا طبعا لو احنا شوفنا على سبيل مثال صورتين الصورة متاخدة بيعني يعني الجين كله ثابت يعني خليت كل الفاي اللي بذي ثابتة بالشكل ده كده فبلاقي ان الاكوز اللي في الاخر هنا كده مش ظهرة لو انا اخدت نفس الصورة هي بiper compensation هنا جين كان اقل وهنا جين كان اكبر في الدبس الكبير بلاقي ان الاجزاء اللي كانت تحت هنا اللي ما كانتش باينا بتالت تبقى ظهرة بنفس الشكل اللي ظهرة بها الاكوز اللي موجودة في الاجزاء يعني هنا كان فيه يعني بايسيكلي هي جاية نتيجة ان الدبس بتاع قليل هي طالع عالية هنا بقت يعني بنفس المزبوط اللي مفوت تكون عليه بقى كل النقط اللي موجودة في الصورة بقى لها نفس الرفرنس او بقت هي بايسيكلي بتعبر لي عن الحاجات اللي موجودة جوه الجسم مش بس الدبس وخلاص مش بس اذا كان دبس كبير يبقى تبقى اقل والدبس قليل تبقى اعلى فهو بايسيكلي دي واحدة من الحاجات اللي مهمة جدا اللي بيستعملها الطبيب عشان يقدر يحصل على صور تكون الكواليت كايتها عالية